موسيقى حلقة اليوم من كوادريغا تركيا والاحتجاجات مجتمع منقسم اجتاحت موجة من الاحتجاجات مختلفة انحاء تركيا حيث تصدت الشرطة بعنف للمتظاهرين ما ادى الى اصابة المئات واعتقال اكثر من الف شخص اعمال العنف اندلعت في اسطنبول وامتدت الى العاصمة انقرة موسيقى وسرعان ما وصلت شرارتها الى عشرات من المدن التركية الاخرى موجة الاحتجاجات بدأت بمظاهرات ضد مشروع بناء كبير في ساحة تقسيم وسط اسطنبول لكن سرعان ما اتخذت المظاهرات منحا جديدا وتحولت الاحتجاجات المناهضة لحكومة اردوغان فما هي اسباب هذا الغضب الشعبي العارم؟ ترافقكم في هذه الحلقة ديمة ترحيني اهلا بكم اذا النموذج الاكثر اعتدالا وايضا الاكثر الهاما لدى معظم العرب والذي كان يعتبر مثالا يحتفى به في منطقة الشرق الاوسط يواجه احتجاجات شعبية الان وقد تأخذ هذه الاحتجاجات تركيا الى المجهول في حال لم تتدارك الحكومة الموقف حاليا هذا هو الموضوع لليوم دعوني اعرفكم على ضيوفي الكرام وابدأ بضيفة السيدة ياسمينة الجنابي صحفية متخصصة في شؤون الشرق الاوسط اهلا بك معنا سيدة جنابي كما ارحب بضيفي السيد احمد حسو صحفي سوري يعمل في المانيا اهلا بك معنا سيد حسو وضيف عزيز في كوادريغا الدكتور رالف غضبان كاتب وخبير في شؤون العالم الاسلامي ياهلا بك دكتور اهلا بكم جميعا ضيوف كرام ابدأ مع حضرتك سيد حسو يعني في البداية الاسباب الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية التي فجرت في السابق ما يسمى بالربيع العربي هي اصلا غير موجودة الآن في تركيا كيف نفسر هذا التمرد الشعبي التركي على حكومة اردوغان يعني يجوز ليس على الطريقة العربية ولكن هناك احتقان كبير كان في تركيا منذ فترة طويلة كان هناك حديث عن تفرد حزب العدالة والتنمية حتى كان هناك تململ من سياساته الاقتصادية يعني هناك أسباب عديدة تجعل الناس يخرجون إلى الشوارع ويتظاهروا وأيضا يعني السياسة الخارجية لسيد اردوغان هناك معارضة لها لدى بعض الأحزاب اليسارية وبعض المجموعات الفوضوية وأعتقد أن المعارضة التركية بشكل عام وجدت في هذه الحادثة ضلتها المنشودة لتخرج إلى الشارع لتشجع على هذه الاحتجاجات فبالتالي أرى أن هذه الاحتجاجات لها أرضية لكنها تختلف بالتأكيد عن أنظمة الربيع العربي يعني بالفعل كان هناك أيضا احتجاجات سابقة القوى العلمانية يعني حشدت الآلاف أيضا في الشوارع في السابق بدعم من جنرالات الجيش وحسب ما أتذكر يعني التظاهرة سميت بتظاهرات الجمهورية تظاهرات الجمهورية سؤالي لك سيدة الجنابي في السابق هذه التظاهرات فشلت ولم تنجح هل هذا الأمر سيتكرر مع تظاهرات اليوم أم أن الوضع يختلف الآن والتوقيت يختلف أيضا سؤال وجهة جدا أعتقد طبعا أن الوضع يختلف الآن حقوقا أن معظم خصوصا أن معظم الناس الذين يتظاهرون حاليا من الفئات المتعلمة يعني طلبة جامعة هم المتواجدين حاليا في ميدان تقسيم أو متواجدين حاليا في حديقة جيزي فهما يتظاهرون الآن ليس لإسقاط نظام معين مثل ما حدث في البدان العربية وإنما للحفاظ على حقوقهم التعبير عن النفس أو الحفاظ على الحديقة أو الحفاظ على الحقوق التي السيد أردوان بيقبضها بالحركات المختلفة التي تظهر الآن في حالته الحكومية ولكن بالمقابل الوضع الاقتصادي يشهد انتعاشا جدا قويا بسبب حكومة أردوان تركيا الآن قوى إقليمية عظمى في المنطقة السياسة الخارجية نجحت إلى حد ما هل هناك بالفعل ما يبرر هذه التظاهرات من وجهة نظرك سيد دكتور طبعا وإلا لم تحصل تكاد المظاهرات ضد حكم أردوان على المستوى الاقتصادي هناك ازدهار كبير والنمو متواصل لكن هناك توزيع مختلف لا يراعي كل المجتمع التركي على أساس أن مناصري ردوكان هم المستفيدون الأساسيون من هذا الازدهار الاقتصادي فهم الذين يقومون بالالتزامات وبالمشاريع الاقتصادية التي تمولها الدولة إلى حد ما وإلى آخره وعلى المستوى الخارجي هناك انهيار كامل لسياسة صفر مشاكل التي تبعها وزير الخارجية وانعكاسات السياسة الخارجية تجاه سوريا أثرت بشكل أساسي على الوضع الطائفي داخل تركيا نفسها وأعطى المظاهرات زخما كميرها من هنا السؤال الحكومة اعتذرت ولكن حتى الآن التظاهرات مستمرة والاعتراض مستمر على سياسة أردوكان انتقلت التظاهرات من إسطنبول كما تبعنا في التقرير إلى دول أخرى في تركيا السؤال هو إلى أين تتجه الأحداث في تركيا لم يتمه اعتذار جدي المتظاهرون ينتظرون اعتذارا مباشر من رئيس الحكومة وليس من نائبه أو من رئيس الدولة والجمهور يفهم ذلك كنوع من توزيع الأدوار وأردوكان غير مستعد وهذا يرجع إلى شخصيته المتغطرسة لا غير مستعد أن يقدم تنازل انتجاه هؤلاء الجماعة سنتناول بالتفصيل موقف أردوكان وأيضا تداعيات هذا الموقف على سياسته في الداخل ولكن نظرا لمقاله الدكتور الرئيس اعتذر أو بالأحرى قال بأن هذه التظاهرات ديمقراطية كما جاءت هذه الحكومة ديمقراطيا عبر صناديق الأقتراع بالمقابل أردوكان اتهم المتظاهرين بأنهم لصوص وأيضا بأنهم يحاولون إثارة الشغب هذا التناقض بين رئاسة ورئاسة الحكومة على ماذا يدل؟ أعتقد هذا الطبيعي في دولة مثل تركيا رئيس الجمهورية يحاول أن يكون فوق الأحزاب فوق التناقضات مع أنه ينتمي لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه سيد أردوكان نفسه فهذا دور طبيعي لرئيس الدولة في الحقيقة سلوك أردوكان غريب إلى حد كبير يعني أنا أختلف مع رالف أن أردوكان سلطان أو أردوكان كذا أو متغطرس أو ما شكل ذلك ولاحظت أيضا بتعليقات الصحف الألمانية وأيضا تلفز الألمانية دائما إجراء مقارنة بين أردوكان والسلاطين وكأنه سلطان جديد أو وكأن الخطورة هنا أعتقد المسألة ليست أن أردوكان يريد أن يكون سلطانا أم لا أردوكان رئيس وزراء منتخب لكن سلوكه في هذه المظاهرات والاحتجاجات بدأ كأنه شخص آخر يعني صحيح هو قال أنا لست ديكتاتورا ولم آتي بالدبابات أو بانقلاب أنا منتخب وكل أربع سنوات لديه طفويت شعبي كنت أتمنى على أردوكان أن يتصرف بحكمة أكتر وهذا القصوة لماذا لم يتصرف بحكمة؟ أعتقد أردوكان فكر في البداية أو قلل من شأن هذه الاحتجاجات وأراد أن يخاطب قاعدته وبهذه الطريقة يشد عصب هذه القاعدة قاعدة الحزب ولكن شخصية يعني كأردوكان هو يعلم ماذا حدث في الدول المجاورة وهو كان يعطي أيضا النصائح للدول المجاورة يعني كالسوريا وأيضا كمصر وغيرها يعني أن يكرر نفس الخطأ هذا أيضا أعتقد هذا كان خطاب انتخابي كان يريد أن يشد عصب قاعدته الحزبية جمهوره ولكنه مضى بعيدا وأخطى لذلك جاء دور رئيس الجمهورية وأيضا نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء في الحقيقة هو من الشخصيات المعروفة يعني بسقور الحزب ولكن الآن كان عليه أن يلعب دور المهدئ وأن يكون بفترة غياب أردوكان يعني أردوكان لم يرد أن يتراجع شخصيا وكلف رئيس وزرائه بذلك وأنا استغربت أيضا أن أردوكان كيف يغادر تركيا في مثل هذه الظروف ويكمل جولته العربية هذا أيضا نوع من عدم جدية في التعامل مع مثل هذه الظاهرة الكبيرة ونوع من عدم الاحترام تجاه هذا الشعب هذا الجمهور الذي يتظاهر ولذلك أردوكان أخطأ في هذه النقطة ربما هي ثقة في النفس ثقة كبيرة في النفس أين أخطأ أردوكان موجة نظرك سيد جنابيك رقم واحد طبعا هو الرئيس المتخب فهو يعتقد أن الشعب بأكمله ورائه وهو طبعا لديه أيضا قوة حول عيه تدفعه إلى إفعالها أو تسانده بما يفعله ولكن في نفس الوقت الناس التي انتخبت حزب الـ AKP سابقا هي أيضا من الناس التي حاليا من ظن المتظاهرين فأعتقد أنه لم يفهم أما أنه يدل ذلك؟ يدل ذلك على ربما أنه غير مهتم أو أنه لم يدرك الجدية في هذا الوضع فلو فقد منتخبيه فطبعا هذا يدل على أنه ستكون مشكل ولكن هل هذا يعني أن الشعب يريد تراجعه؟ لا لأننا تحدثت مع العديد من أصدقائي متواجدين أيضا من ضمن المتظاهرين ويقولون لا أحنا لا نريد أن يتراجع عن حكمه فهو رئيس متخب ما نريده لا نريد أنه يعتذرنا ولكن أن يعيدنا أنه في المستقبل ستكون حقوقنا محفوظة حقوقنا مدنية هل هذا سيوقف التظاهرات؟ لأن هناك أيضا قوى أخرى يعني قوى علمانية يسارية وأيضا هناك اتهامات لأيدي خارجية هل هذا الوعد سيحل المشكلة؟ لا أعتقد ذلك ما يحصل الآن هو مؤشر إلى أن الأسلوب الذي يتبعه أردقان وهذا يرجعه ليس إلى شخصه فقط بل إلى خلفياته الإسلامية وهو الإسلام السياسي واستغل أوروبا بالخطوات الديمقراطية للتخلص من الجيش وبدأ يمارس حكم سلطوي كالحكم السابق ونموذج إلى ذلك كلامه كرد على المظاهرات عندما قال أنا منتخب وباستطاعتي إنزال مليون متظاهر ضد هؤلاء الجماعة فإنه تكلم كمرسي في مصر تكلم ليس كرئيس حكومة بل كرئيس حزب وبالتالي فقد مصطاقياته الديمقراطية فهو إن اشتغل للانتخابات أو لا بيّن أنه يهتم بسياسة معينة لا تطال المجتمع التركي بشكل عام والانتفاضة حاليا هي ضد هذا الأسلوب الإسلامي بالحكم وهو أسلوب يركز بشكل أساسي على حد الحريات الفردية في المجتمع المدني ولكن أيضا دكتور كانت هناك معلومات ربما قد تساعدينني في هذه المعلومات نظرا لأن لديك بعض الأشخاص داخل تركيا وساهم في هذه التظاهرات هناك معلومات بأن بعض المتظاهرين كانوا مهيئين إلى حد ما بالحجارة وأيضا ببعض الأشياء التي تثير أعمال الشغب قبل بدء هذه التظاهرات وأيضا الصحف التركية تحدثت عن هذا الموضوع أي بمعنى آخر كان هناك نوع من التفكير المسبق بأن هذه التظاهرات ستتحول من سلمية إلى أعمال عنف بين الشرطة استفزاز الشرطة أيضا ألا تعتقد بأن هناك أيضا من يستفيد من هذه التظاهرات غير الذين يطالبون بتغيير سياسة أرتوكان؟ طبعا في البداية بدأت بشكل سلمي وهو اعتصام بعض الأفراد لأسباب بيئية وهذه كانت البداية ومن الطبيع أن يشارك في الانتفاضة هذه مختلف الأطراف الذين لا يؤيدون سياسة الحكومة القائمة والأطراف هي عديدة منها الحزب الجمهوري الكماليين القدم بالإضافة إلى الأكراد لأن مطلب الأكراد الأساسي وهو تغيير قانون الانتخاب لأن قانون الانتخاب ينص أن أي حزب يتمثل في البرلمان إذا حصل على 10% من الأصوات وهذا عمل مشتحيل والمطلب الأوروبي كان بتنزيل هذه النسبة لفسح المجال أمام الأحزاب الكردية لدخول البرلمان فئة أخرى كبيرة تمثل 20% من المجتمع التركي وهي مقصات من الحياة السياسية والاجتماعية وهن العلويين والعلويين وخاصة هنا ربط مع الأوضاع بسوريا ناكمين كلية على سياسة أردوكان فهذه الفئات والإضافة إلى النقابات العملية التي دخلت مؤخرة جميع التجمعات لإبداء معارضتها خوف على الهوية كيف بالإمكان التخلص من هذا الخوف؟ هل حكومة أردوغان بالفعل ساهمت في تهديئة هذه المخاوف أم زدتها ربما تعقيدا؟ لو سمحتي ليسا أرجع لي سؤالك بعد قليل بس كنت أريد أن أعرضك مع الأسف الشديد فرقم واحد لا أعتقد أن أردوغان كان يستند على الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الديمقراطية فهو سابقا في بداية انتخابه قال أنه لا يريد انضمام تركيا للتحاد الأوروبي فهو الآن غير رأيه لا أعرف الأسباب أنه يريد الآن الانضمام للتحاد الأوروبي ولكن في نفس الوقت هو يريد أن يلعب دورا كبيرا جدا في العالم العربي ليعطي نصائح للرؤساء العرب ويساعد الثورات العربية هذا ما قاله الدكتور هناك من يعترض على هذه السياسة الخارجية بالضغط ولكن الاعتراض هذا ليس من قبل القوى العلمانية فقط فكما قلت سابقا أيضا من الناس التي انتخبت حزب الأكابي سابقا هم من الناس الذين يشاركون حاليا في الاعتصامات المتواجدة في المدن الكثيرة التركية هذا المشاركة محدودة جدا وحسب معلوماتي هل لدينا إحصائيات نعرف من هم المعتصمين؟ هناك مؤشر مشاركة إذا نظرنا إلى المظاهرات وجود المحجبات في المظاهرات وهذا مؤشر عن حجم المشاركة لناخبي أردوكان الطبيعية وهذا الحجم محدود لكنهم موجود بس ليس كل المتحجبات هم من منتخبين الأكابي أغلبياتهم ليس هناك دراسات لكن المؤشرات هي كافية للدلالة على ظاهر معين بالفعل اختلطت قليلا الأوراق في هذه التظاهرات هناك قوى علمانية هناك أيضا من انتخب أردوكان هناك ربما الأقليات أيضا موجودة أريد أن أركز على الخوف من فقدان الهوية التركية هل حكومة أردوكان سهمت في تعزيز هذه المخاوف أم حاولت قدر الإمكان أن تدمج الكل ضمن إطار أو مظلة الحكومة إلى حد ما لا أظن أن الموضوع يتعلق بفقدان الهوية هنا أعتقد هذه الاحتجاجات لها طابع اجتماعي ولها طابع آخر ربما نضعه في خانة استفراد الحزب الحاكم بالسلطة لسنوات طويلة وانتهاج سياسة ربما أشار إليها رالف وهنا في الإعلام الغربية يتحدثون عنها الأسلم البطيئة في المجتمع يعني من يتظاهر ضد أردوكان الآن ممكن نسميه تحالف المتضررين يعني لو عدنا إلى أصل المشكلة مثلا حزب الشعب الجمهوري المعارض الكمالي صوتوا أثناء التصويت على المشروع في بلدية إسطنبول قيل أنهم صوتوا لصالح المشروع ولم يكونوا ضده ولكن فيما بعد لما وجدوا أن هناك احتجاجات ويمكن أن تستثمر ركبوا الموجة الموضوع يتعلق باحتجاجات شبابية لها علاقة بسياسات الحكومة في سنوات الأخيرة موضوع الكحول موضوع التضييق على الشباب والشابات قبل هذه الاحتجاجات كانت هناك حركة في تركيا شباب والشابات خرجوا للشوارع سموها حركة التقبيل أو ما شكل ذلك يقبلون بعض في الشوارع كنوع من الاحتجاج على سياسة أردوكان الخاصة بالتضييق على هذه الفئة موضوع الأقاليات ربما أرارف أشهر بحق لموضوع العلويين ربما هناك في صلة ما بين هذا وما يجري في سوريا لكن لا أعتقد أن الموضوع السوري هو الأساسي والحاسم في تركيا إذن لا يجب الربط بين الأحداث التي تجري حاليا في داخل التركي بما يجري على حدود تركيا ربما تكون أحد العوامل ربما عامل بسيط ولكن ليس هو الحاسم العامل الحاسم هو داخلي واقتصادي واجتماعي ولكن هنا السؤال الانتخابات بعد عام يعني في عام 2014 لماذا لا تنتظر هذه القوى أو المتظاهرون الذين يخرجون الآن إلى الشوارع لماذا لا ينتظرون للاحتكام لصني ضيق الاقتراع من جديد ويخرجون الآن لإقالة الحكومة هذه فرصة المحتجون لم يطالبوا أعلن بإقالة الحكومة حزاب المعارض تتحدث عن ذلك المحتجون عندما اجتمعوا يوم أمس بنائب رئيس الوزراء قدموا لائحة مطالب كلها تتعلق بمحاسبة رجال الشرطة بالتراجع عن موضوع المجمع التجاري بقضايا تتعلق بالشباب بحريتهم لم يطرحوا موضوع السياسة الخارجية كما يدعي البعض أنا قرأت بعض الصحف العربية الموالي للنظام السوري يتكلمون وكأن هذه الحركة الاحتجاجية سورية وليست تركية لأسباب داخلية تركية لا يعني هذا أعتقد تزوير الحقائق بس كنت أريد أن أعلق على نقطة أنت سألت السؤال عن المجموعات يعني قيل هناك 13 منظمة فوضوية يسارية كانت مجهزة وتقوم بالاحتجاجات ومحضر نفسها جيدا يعني الاحتجاجات بدأت بثقافة بيئوية ثم تحولت إلى سياسة والأحزاب المعارضة يعني حتى يعرف المشاهدون أحزاب المعارضة ضعيفة جدا في هذه الفترة المعارضة التركية منقسمة على نفسها حزب الشعب الجمهوري يعاني انقسامات القوميون وضعهم سيء جدا وضع الأكراد مختلفة نختلف مع الرأس الأكراد الآن هم في صلح مع الحكومة ومن مصلحتهم أنت قلت للأكراد خرجوا المظاهرات ولكن بالفعل هناك معلومات تقول بأن بعض الأكراد لا يتفقون على الاتفاق الأخير الذي خم بين الحكومة ممكن وحتى زميلتنا أشارت إلى مؤيدي أردوغان قيل أن هناك بعض أنصار فتح الله قولين موجودين في المظاهرات وبعض أنصار حزب السعادة الذي انبثق عنه أردوغان لديهم خلافات إيديولوجية مع أردوغان يستغلونها ولكن بشكل عام المتضررين من سياسات أردوغان هم الآن الذين يتجمعون في هذه احتجاجات ويستغلونها للانتخابات القادمة التي أنت أشارت إليها ولكن أردوغان برر ذلك مجددا بأن هناك أيدي خارجية هي من تساهم في إشعال فتح الأزمة لا أعتقد ذلك وهذه قصد بالطبع سوريا وإيران هذه إهدى الحجاج التي سمعناها كثيرا من القاضى العرب الذين رحلوا وهو دليل عجز لأنه لا يريد أن يرى المشاكل الداخلية التي نشأت من الحكم السلطوي الذي يحاول بنائه حاول كل الوقت أن يعدل الدستور ليستمر في الحكم وفي هذه المناسبة من المهم التذكير أن الإسلاميين عادة يستفيدون من الانتخابات للوصول إلى السلطة ولكنهم غير مستعدين للتخلي عن السلطة وهذا ما يحاول كل الوقت هذا لا ينطمق على أردوغان أردوغان لغير الدستور لا ليبقى في السلطة هو يستطيع أن يبقى في السلطة هو موجود في السلطة وانتقب ثلاث مرات يريد هو كان يسعى لتغيير الدستور ليحول النظام إلى النظام الرئاسي هو يريد أن يصبح رئيس الجمهورية والآن هذه الفرصة مع دستور يعطيه صلاحيات واسعة تغيير النظام إلى النظام الرئاسي بدل النظام تصوير أردوغان وكأنه مثل بن علي ومثل مبارك هذا ظلم هذا لا يتناسق مع الوضع التركي ولكنه لجاء إلى نفس الإسلوب من هنا سؤالي عندما قرأت المعلومات بأنه قام باعتقال أو أصدر أوامر باعتقال بعض الناشطين على شبكة الإنترنت الذين ربما قدموا معلومات مغلوطة بالطبع على تويتر أو الفيسبوك وتحديدا لتويتر وأيضا مدونين قاموا باعتقالهم أعادني هذا الأمر بالذاكرة إلى ما حدث في إيران في السابق محاولة الثورة الخضراء التي فشلت وأيضا إلى ما حدث في تونس المقارنة مع إيران لا تستقيم أبدا من هنا السؤال فلننسى إيران فإذا هل بالإمكان المقارنة مع ما يجري في تونس أو مصر أم أن الوضع يختلف الوضع يختلف تماما كما قلت سابقا الشباب الذين يتظهرون حاليا في تركيا لا يريدون إسقاط الحكومة يريدون أحفاظ على الحقوق لديهم مطالب معينة هم قدموا مطالب بإخراج يطالبون باستقالة أردوغان الأحزاب التي تطالب باستقالة أردوغان أما الشباب المتظاهرين لا يطالبون باستقالة أردوغان يريدون أطلاق صراح المعتقلين الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات أيضا وعد من أردوغان بعدم تكرار مجرى في تقسيم بعدم استخدام الغاز المسيل للدموع مباشرة فما حدث في تونس وما حدث في مصر فهو إطلاق النار على المتظاهرين في تركيا لم يطلق النار غاز مسيل للدموع طبعا ولكن هل هناك قتلة نعم هناك قتلة بس العدد بسيط جدا مقارنة بالأول أيام الثورة في تونس أو في مصر لكنها ظاهرة جديدة في تركيا من هنا كانت هذه محاولة مني لكي أستوضح فقط نوضح للمشاهد هل ما يجري في تركيا هو إلى حد ما مماثل لما جرى في الدول المجاورة لتركيا ذكرت نقطة مهمة قبل أن أنتقل إلى التقرير عن أردوغان وتدعيات ذلك على سياسته الخارجية ذكرت نقطة مهمة أن أردوغان يحاول أن يغير الدستور لكي يحصل على الرئاسة بعد هذه التظاهرات هل سيفشل المشروع؟ أعتقد هذا المشروع صار صعب تطبيقه ولكن أردوغان ما زال يحظى بشعبية كبيرة في تركيا يعني استطلعات الرأي تشير إلى أن حزبه ما زال يحتفظ بشعبيته الكبيرة فوق 50 بالمئة أي بالانتخابات 2014 سوف يعاود الحكم لا أحد يستطيع أن يتكهن بالغيب ولكن استطلعات الرأي تشير إلى ذلك كنت فقط جملة بس من فضلك يعني هناك ثلاث تحايا ثلاث قتلى لكن لا توجد أدلة أن الجيش فعلا أو الشرطة أطلقوا النار يعني موضوع في تركيا مع الأسف في تركيا علينا تفرق بين الشرطة والجيش لا لا الشرطة أصدر رجال الأمن لا توجد أدلة أنهم أطلقوا النار الحي على المتظاهرين يعني حوادث القتل الثلاثة هناك غموط حولها لذلك لا يجوز أن نقارن بينما حدث في سوريا أو في اليمن أو في تونس أو في مصر مع أن ما حدث في تونس وفي مصر لا يقارن أيضا مع ما حدث في سوريا يعني الأمور طبعا في تركيا الوضع مختلف هناك مجموعات شبابية لها مطالب أخرى المعارضة ركبت الموجة أردوغان أخطأ هذا ليس سلوك رئيس وزراء منتخب عليه أن يتراجع لنرى كيف سيتعامل مع هذه الاحتجاجات وكيف سيهد من غضب الشارع بعد عودته من جولتي في المغرب العربي من هنا يعني جاء هذا التقرير الذي يوضح لنا قليلا شخصية أردوغان وأيضا التصريحات التي أطلقها خلال هذه الظاهرات نتابع ما جاء في التقرير وأيضا نتابع التحليل مع الدكتور رالف غضبان في الوقت الذي بدأت فيه الاحتجاجات تجتاح تركيا كان رئيس الوزراء أردوغان قد غادر البلاد في زيارة لشمال إفريقيا وهو ما يعتبره معارضوه مثالا آخر على أسلوبه المتغطرس لقد نجح أردوغان مع حزبه الإسلامي المعتدل في كسب العديد من الانتخابات وبينما يشيد أنصاره بالنجاحات الاقتصادية التي حققها يتهمه منتقدوه بالسعي لفرض نظام إسلامي المتسلط معتبرين قمع المتظاهرين إنكارا لحق ديمقراطي أساسي أولئك الذين فشلوا في هزيمتنا في انتخابات ديمقراطية يحاولون الآن هزيمتنا باستخدام هذه الأساليب أردوغان على ثقة بأن غالبية الشعب التركي تقف وراءه لذا لا يرغب في حلول وسط مع معارضيه إذن لا يرغب في حلول وسط مع معارضيه وهو على ثقة بأن هناك ما يدعمه أيضا السؤال للدكتور سؤالي هو قال أردوغان في الرباط خلال وجوده في الرباط عندما يعود إلى تركيا سوف تحل هذه المشاكل كيف؟ عندما لا يبدي أي استعداد للحلول وسط هذا يعني أنه سيستمر بسياستها السابقة ويراهن على القمع واتباع أساليب مشابهة للوصول إلى هدفه وهذا يشير إلى أنه لا يستطيع الخروج من السياسة التي يتبعها منذ أكثر من عشر سنوات والتهمة بأنه يحاول أسلمة المجتمع التركي هي تهمة صحيحة وهناك حوادث عديدة الظاهر منها محاولة تقييد الحريات الفردية موضوع الحجاب وموضوع الخامر وهذه المواضيع التافهة وهناك قانون في أنكرة ممنوع يمنع الشباب والبنات من مسك أيديهم عندما يظهروا في العلن وقضايا من هذا النوع تبين خلفية هذا الإنسان وخلفيته هي الإسلام السياسي من يفكر بالتدخل بهذه القضايا وهذه السياسة ستفشل حتما لأن المجتمع التركي نظرا لترازه الكمالي الطويل بغض النظر عن الأحزاب الفاشلة التي ذكرت كالحزب الجمهوري والحزب القومي وهذه الأحزاب الجمهور بما فيه أيضا المتدينين الذين يلبسون الحجاب لا يرغب بأكسر أكسراته أن تقيد هذه الحريات ويدافع عنها فالذين المتدينين المسلمين وذكر جماعة فتح لقنان وهو قسم منهم هم مع الحجاب ومع ممارسات الدينية لكن في إطار الحرية الدينية ضمن نظام ديمقراطي لا يريدون فرض أرائهم على الغير كما يحاول أردوغان حاليا وهذه خطيئة مميئة إذا لا يغير فيها سوف يستمر خط المعارضة هل تعتقد أنه سيغير من هذه السياسة لدى عودته؟ أنا أختلف مع رالف يعني رالف يصور أردوغان وكأنه رئيس مرسي أو ربما أكثر يعني الوضع يختلف في تركيا يعني أحف من مرسي لا الوضع يختلف في تركيا دولة ديمقراطية في انتخابات كل أربع سنوات يعني حتى مع الانقلابات مرسي انتخم وكأنه انتهمت أيضا بأنه يحاول أسلمت مؤسسات الدولة يعني هذا ما أراد الدكتور غضبان أي قولة يعني تعرفي الصراع في تركيا بين الأحزاب وبين الجيش هذا الصراع قديم وأزلي ورالف أشاد بالأتا تركيين وأتا تركيين فرضوا الدكتاتورية على المنية على الناس عقود طويلة بمجرد ما سمحوا بنوع من التنفس عادل جماعة عصمة أننوة مش عصمة أننوة بياروا وصلوا للحكم حزب الديمقراطي 1954- 1954 يعني تركيا لم تستقر بشكل جيد دائما هناك صراع بين العسكر والأحزاب الآن الصراع بين الجيش وهذا الحزب الإسلامي هذا الحزب ليس حزبا إسلاميا كما يصوره رالف هو حزب إسلامي لكن يطبق نظام علماني موجود في تركيا ولكنه أيضا يحد في بعض الأحيان هناك مخاوف من ذلك لذلك أنا أرى أن هذه الاحتجاجات مفيدة لأردوغان أيضا مفيدة لحزبه أيضا كي ينتبه أتذكر خطابه عفوا للمقاطعة أتذكر عندما كان يقول يجب القضاء على نظام بشار الأسد وربما معه حق مئة في المئة هنا لا نختلف سياسيا بهذا الموضوع بغض النظر ولكنه قال يجب القضاء على نظام بشار الأسد ولو بالجهاد هنا أثار زوبعة كبيرة ماذا تقصد بالجهاد هل هناك خطاب متشدد الآن تنتهجه يا أردوغان ما رأيك في ذلك في بعض الأحيان أردوغان هو معتدل وفي بعض الأحيان يخرج ببعض الكلمات التي تصير علامات استفهام ومخاوف يخرج خريج كتاب ما اسم هذه المدارس الدينية هو خريج المدارس الدينية إمام خطيب هذه المدارس ألا يثير ذلك المخاوف من وجهة المدارس؟ أعتقد أردوغان تطور كثيرا في هذه السنوات الأخيرة أردوغان هو الذي نقل الحزب الديني التركي حزب نجم الدين أرباكان من حزب منغلق إلى حزب سياسي لديه قاعدة شعبية واسعة قاعدة غير دينية طبقة وسطة تؤيده رجال أعمال نساء كلهم يؤيدون هذا الحزب أردوغان أخطأ الآن في هذه التعبيرات أردوغان أخطأ في التعامل مع حركة الاحتجاجات هذه ولذلك أقول الوجه الإيجابي لهذه الحركة أن أردوغان ينتبه إلى هذا وأن يدرس هذه الحركة الاحتجاجية يتدارك الموقف وإلا فأن الموضوع سيكون بشكل سلبي من المستفيد من الدول المجاورة من كل ما يجري حاليا قيل إسرائيل وأيضا قيل سوريا من وجهة نظرك من المستفيد من كل هذه التوترات القائمة في الداخل التركي قبل وجود أردوغان في الحكم كانت العلاقات التركية الإسرائيلية قوية جدا فبعض الناس لا تعرفوه أن الجيش التركي يتم تدريبه عن طريق ضباط من إسرائيل فمعظم الطيرين الأتراك تدربوا أو تدربوا عن طريق أياد طيارين من إسرائيل فطبعا الحركة الجديدة الحالية التي يتبعها أردوغان باقترابه من البلدان العربية ولا أعرف أن كان بإمكاني أن نقول ذلك ولكن أحس أنه يريد رجوع الحكم العثماني مرة أخرى على البلدان العربية فالموضوع هو حاليا كما قلت أسلمت الدولة فأنا أوافقك للرأي فهو يريد أسلمت الدولة ويريد أيضا الاقتراب مرة أخرى من البلدان العربية ويريد ضرر إيران حد ذلك من سيستفيد من ذلك وفي حال استمرت هذه التظاهرات ولم يتدارك أردوغان الموقف كما ذكر السيد حسو في حال لم يتدارك من سيستفيد العواقب أخير أليس كذلك برأي العواقب إيجابية لأن أضعاف سلطة أردوغان ستؤدي إلى تطور وضع ديمقراطي ديمقراطي بأي معنى ليس ديمقراطي غربي بل ديمقراطي في بلد إسلامي لأن الذين يقومون بالمعارضة حاليا ضد أردوغان هم من المسلمين للمقارنة مع مصر المسلمين بالديانة مسلمين هم مسلمون متدينون متدينون ولا يعتبر وأن الدين هو احتكار بيد الإسلاميين وبالتالي إضعاف وضع الإسلام السياسي يعني الإسلاميين هو شيء ولكن ماذا عن يعني ما يجري حاليا أقليميا يعني أنا أتكلم ربما قد تكون هناك عواقب وخيمة نظرا لما يجري في سوريا وأيضا نظرا لما يجري عملية السلام المجمدة بين الإسرائيين والفلسطينيين الوضع هو التالي تركيا حاولت بسياسة صفر مشاكل أن تتطور إلى قوة أقليمية ونجحت إلى حد كبير بمسك الخيوط في المنطقة وكان مفيدا لها الاستضامة مع إسرائيل لكسب التأييد العربي وقضايا منها ونجحت في ذلك نجحت في ذلك لكن مع الأزمة السورية ارتكب إردوكان أخطاء كبرى أولا دخل في حلف سني ضد الشيعة وأضر السورة السورية لأنه مع قطر ساعد أنشأ المجلس السوري في تركيا ودعم الإخوان المسلمين وحتى اللحظة الأخيرة بموضوع الإتلاف كان هو وقطر معارض توسيع الإتلاف وإدخال يجب أن نتصور أن إدخال جماعة الليبرالية مثل ميشيل كيلو تمت نتيجة التدخل السعودي فهذا يضل أين يقف أردوكان حاليا في البنطقة هل هناك حواقب وخيمة أم إيجابية بقيت لدي خمسة دقائق فلنكون صبب الموضوع مباشرة هذه الاحتجاجات احتجاجات تركية خالصة ليس لها علاقة في شأن السوري هناك علاقة ما ولكن ليست هي الحاسمة كما قلت سابقا ما تداعيتها أقليميا تداعيتها أقليميا يعني أكيد تداعيات ستكون سلبية بحق الإسلام السياسي إذا فشلت تجربة أردوغان هذا سينطبق على تجارب أخرى أقل رسوخا مثل التجربة التونسية أو التجربة المصرية من أعتقد فشل التجربة الأردوغانية سيفضي بالمنطقة إلى مزيد من التطرف بالفعل سؤال أيضا عدى القوى الأقليمية وتداعيات ذلك أقليميا أيضا هناك كانت تصريحات من الاتحاد الأوروبي تندد بما قام به أردوغان أو بالأحرى بالتصريحات التي قام بها أردوغان إزاء هذه التظاهرات هل سيستغل الاتحاد الأوروبي ذلك لعدم ضم تركيا إليه من وجهة نظرك؟ أكيد فخصوصا ألمانيا رافضة لانضمام تركيا للتحاد الأوروبي اشتركوا في القناة